أي حد هيخرج عن أداب المهنة أي حد هيضر بصمعة مصر قاسما بالله ما هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني أما عقوبة مروان بابلو سريع لرميو المايك على المصرح لازم يحترم المصرح ثالث أهدافنا جميعا هو الحفاظ على هوية وريادة مصر الفنية وثوابت العادات والتقاليد المجتمعية الرصيخة ببلدنا لا 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 أنا شكلي وعد أنا عصبي ساحج لما سودها سمع ارتفاق اللي لقى راجعة فيه هو الحفاظ على الزوء العام إني الوحدة بربعة نحنا ما عندناش كلمة مهرجانات تاني وهتدوني وعد مش عايز أسمع اللفز ده تاني كلمة مهرجانات اللفز ده هنلغيه خالص من حياتنا انت متخيل ان حمو بيك ولا مجدي شطة حيجي النقابة ياخد صريح يغني كف Practice تخطرح 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 اشتركوا في القناة